وصولاً لفضيحة محاكم التفتيش اللي كان بحجة اليهودية والسحر والعلم والهرطقة كانوا يقتلوا كل شي فيه مسيحي بقياً ما هو نفسه الشيطان اللي كان بالامبراطورية الرومانية القديمة هو نفسه ما زال موجود ولا شي يتغير فيه إله الشمس اللي بيعبدوا تمثيله الموجودة بس غيروا لبسها كلها حافظوا عليه واستمروا بقتل المسيحيين بس هلأ معد في مين يعتنق المسيحية لأنه صار الشيطان هو القاتل وهو اللي لابس الصليب وهو اللي عم يقول بيحكي بيسوع المسيح وهو اللي عم يبوس رجلين التمثيل المسلوب فكرهوا العالم بالمسيح وكرهوا العالم بالمسلوب وكرهوا العالم برمز الصليب وصار رمز الصليب للحروب الصليبية هو رمز للقتل مخيف بالنسبة لإله هي كانت الخدعة بهذه الطريقة ونجحت معهم. وقتل ما لا يحصى من مئات مئات بالملايين المسيحيين. وعلى الإصلاح ضد البروتستانت كم مليون. وهيك عبر العصور. العطول في عندهم عذرهم للقيام بسفك دماء المسيحيين. هاد اسمه جون ويكلف الإنجيلي. هذا الرجل هو رائد بحركة إصلاح الكنيسة. كل رائد بحركة إصلاح الكنيسة من ببروتستانت ومن غيرها قتل لسبب هن كانوا غشمة. هاي الكنيسة هي ما نشازة عن الطريق لنصلح. هو الكنيسة أساساً وثنية. يعني أنت إصلاح شو؟ لذلك عم يفشلوا جيل بعد جيل بإصلاح الكنيسة هاي نفسها. الكاثوليكية. فجون ويكلف الإنجيلي هذا رائد بحركة الإصلاح الكنيسة. كل شي عمله أنه قال لازم الكنيسة تطبق الكتاب المقدس. لازم تتخلى عن ممتلكاتها الدنيوية. لازم تطبق قول الرب يسوع المسيح اللي بيقول ما له رداءين فليبقى رداء ويخلي واحد وعيشوا ببساطة ولا تاخدوا معكم على الطريق بالتبشير لا رداء ولا مزود ولا عصى ولا شيء لأنه أنا الرب معي لكم. فلازم الكنيسة تطبق هيك شو هالسراء وهالبنايات وهالتمثيل وهالأسقف القبب اللي شفتوها لأعضاء الإتروسكان. شو هذا اللي عاملينه وانتوا صرتوا مسيحيين؟ فهذا كل شيء قاله الزلمة. وبعدها بفترة أصيرة مات هو بسكتة قلبية. شوف الحقد والدموية والشزوز الكاتوليكي. اللي صار أنه هو توفى بعام 1384 بسكتة دماغية. بعام 1415 يعني بعد 43 سنة على وفاته اجوا أثرياء الكاتوليك دفعوا مصاري وطلبوا إعادة محاكمته. ما شفى غليلهم أنه مات. بعد 43 سنة نكشوا الجثة طبعا هاي صورة تصويرية للأمر نكشوا الجثة حطوه وحكموه هو ميت وأحرقوه بتهمة الهرطقة. حرقوا جثة مية الزلمة من 43 سنة. كمان في عنا هذا المعتر جان حاس. سنة 1485. هذا كل شيء عمله هو اللي أنا عم بعمله هلأ. هو أنه انتقد الكنيسة الكاتوليكية هو صاحب مقولة بتقول أنه يا أخي الكنيسة بيقودة بشر. والبشر بطبعهم خطات ممكن يخطئوا. ككهنة بقساقفة بطاركة ما حدا منهم الرب بالنتيجة عندهم أخطاء. فكونهم هن مأخوذ منهم تأسيس الكنيسة فهن على غلط فممكن الكنيسة تصير مليئة بالأخطاء. أما هالكنيسة إذا تأسست على الكتاب المقدس. الكتاب المقدس لهو كلمة الرب الإله الخالية من كل عيب وخطأ. فوقتها بتكون كنيسة خالية من العيب. كيف بيسترجي يقول أنه الكتاب أهم من الكنيسة؟ قالوا له تعالى يا حبيبي إلنا معك كلمتين بالحرف على فكرة ما عم بمزح. قالوا له تعالى إلنا معك كلمتين فتكر فعلا بدوا يحكوا معه وحرقوا بهذا الشكل. ويذكر أنه احترقوا ما عم يصدق أنه عم يحرقوا لأنه ما في محكمة عملوا لقلوا. وما قال شي غير أنه قال يا جماعة شو رأيكم نعتمد على الكتاب المقدس بأحكام الكنيسة؟ نشوف مع بعض كمان أيضا الفضيحة المعروفة عن جليليو بعمر 69 سنة كان عمره. هو هذا اللي قال أنه الشمس مركز الكون وأنه الأرض تدور حول الشمس. طبعا اتضح أنه الشمس مانا مركز الكون ولكن اتضح أنه الأرض تدور حول الشمس فيما بعد. فهون جابوا مثل ما يكون شافين قالوا له عندك حلم اتنين حبيبي. إما بتتراجع عن هالدراسات الهرتقة اللي عم تعملها كلها. قالوا أنه بالكتاب ما في شي ينقض كلامه. يعني هنه بس ممنوع أنت تقرب على أي علم أو علوم أو فهم أو إيمان إلا من تحت هالجبة السودة اللي لابسينا. فحبيبي يا بتتراجع عن دراساتك يا تحرق شو اخترت يا جليليو؟ قال لهم بتتراجع عن دراساتي فخففوله الحكم من الحرق لأنه يبقى حبيس بيته ليموت. ومنراحز أنه حتى هو كان مسيحي الزلمي. يعني نحنا بيصورونا أنه الكنيسة تخلصت من الهرتقة ورجال الإيمان طبعا تخلصوا من المسيحيين الحقيقيين وبقيوا لليوم الهرتقة.